بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عندنا أسئلة وأجوبة عن قصة الهابي برنس قصة الأمير السعيد فخليكم ميانة أتمنى تشتركون بالقناة طلابنا الأعزاء وكذلك تنشرون هذه الفيديوهات لزملائكم لأنه أكو ناس متجري بيها بس مجرد اخذ مشاركة دزالي لقروب وياك خلي غيرك يستفاد وخلي قناته شوية تصعد لأنه هايدا نتحب بشرحاتكم دائما المحتوى التعليمي يعني حقيقة ما عرف المحتوى التعليمي دائما وكأنه واحد يعني يقدم شيء وقال عالم يقول لو ينجح لو ما ينجح فنتمنى تدعمونا ما رأي نطول عليكم وخلي نبدأ أين كان يقف؟ ذكرنا لكم بالمحاضرات السابقة المكان هذا مكان التمثال جدا مهم إذن تمثال الأمير السعيد كان في أعلى المدينة كان في أعلى المدينة طبعا مثل ما هو معروف هو كان متجه المصر حتى يلتقي بأصدقاءه to meet his friends خالبي يجيك السؤال يعني where و يعني why شون السبب إذن السبب هو راح لنا كعلى مد يلتقي بأصدقاءه وراح إلى مصر why did the swallow put between put up between the feet of the happy prince it was a fine place كان مكان لطيف وكان هواء منعش fresh ear بمعنى هواء منعش إذن هو بقى هناك لأنه كان الهواء منعش هناك جميل وأيضا كان أكو plenty of fine place إذن مكان لطيف وكذلك الهواء كان أيضا يعني منعش what does the read in the happy prince symbolize symbolize يعني ترمز يعني القصبة المن ترمز يعني إحنا بالبداية لازم نعرف أن القصبة هي السبب اللي خلت القصبة خلت السوالة يتأخر هو هي اللي خلت السوالة يتأخر عن بقاءه بمدينته وعدم الذهاب ومع أصدقائه إلى مصر إذن هو تأخر لأنه كان يحب هذه القصبة ولكن هي مكانة تحبها أو قررت أنه ما تدر تعوف مكانها لأنه هي عندها أهم شيء مكانها أهم شيء بيئتها إذن يعني نعتبرها في هذا شيء أنا برأي شخص يعتبرها something bad يعني شيء سيئ أنه هي مضحت مضحت من أجل هذا السوالة من أجل طائر السنونو يعني هي قصة خيالية مثل ما إحنا ذكر فهي بالنسبة يعني سبب من جانب آخر هي سبب جيد لجعل السنونو يتأخر حتى يلتقي بالأمير السعيد حتى يزاعد الناس المحتاجة سؤال آخر يقول لك لماذا كان يبكي كان يبكي كان عندما يرى البؤس والسوء سوء المدينة يعني الناس يعني الناس اللي كانت بهاي المدينة بؤسهم و يعني مأساة حقيقة من يشوفوا الناس الفقرة شلون محتاجوا كذا وإلى آخر ليش شعر اللي سوالو بالدف إذن عندما الإنسان يشعر يعني عندما الإنسان يعمل أعمال خيرة هو أكيد راح يشعر بالهدوء وبالأمان ليش كانت فتاة تبكي بريت ليش كانت تبكي The much girl was crying because her matz had fallen into the cooler يعني got her اللي هي يعني الفتاة اللي قلنا إحنا تبيع الكبريت فسقطت هذه الأعواد الكبريت من عندها ما قدرت تبيعهم وهو خايفة من أبوها إذن أبوها إذا عرف بأن الكبريت مالتها ضايع ضايع وما بايعته إذن راح يضربها إذن راح يتم معاقبتها لذلك حتى نشوف إحنا أنه السوالة وليش كان يبكي يبكي لما نشوف الإبن الأب يضرب بنته على موض عواد الكبريت سؤال الثامن السوالة يبدو قبيحاً إذن يقول التمثال كان يبدو شكله قبيحاً يعني لماذا تمت إزالة التمثال لأنه كان شكل المظهري الخارجي هو شكل قبيح ولكن في الحقيقة مثل ما ذكرنا هو شكله لم يكن قبيحاً بل تغطى بالإنسانية تجرد من الذهب المادي وتغطى بالإنسانية شنو كان أغلى شيئين بالمدينة طبعاً أغلى شيئين قلنا أحنا بالمدينة بعدين رح يصير اللي هو طائر السنون الميت وقلب الأمير السعيد المحطم بسبب موت صديقه ذول الثنين أعز ثنين وأثمن شيئين بالحياة ما هي الرسالة اللي ندلقها بقصة الأمير السعيد الحنا لازم نساعد الناس المحتاج الفكرة هذه فإحنا هنا عدنا مثال على أنه الأمير السعيد أنطل الجول الرمالته الجول الرمالته اللي هي المجوهرات إلى الناس المحتاجة وهذا الشي يثبت ويبين أنه من خلال هذه القصة أنه لازم نساعد الناس المحتاجة ولازم نقف وياهم وكذلك نجد أن الثنين ضحى أثبت أنه ليكون مثال عظيم لكي يكون إنسان لكي يكون مثال واضح بالحب وبالتضحية لأنه ضحى بحياته من أجل الصداقة ومن أجل المساعدة وحتى أنه يعني شعر بالأمن عندما أو مساعد هذه الناس المحتاجة السؤال الآخر يقول عفوا السؤال يقول how does the happy prince achieve يعني شلون الأمير السعيد حقق الجمال الروحي إذا نحن مثل ما ذكرت لكم ال happy prince بالحقيقة يعني هو حقق spiritual beauty spiritual يعني جمال الروحي شلون عن طريق he sacrifice his eyes and beauty لأنه ضحى بعيونه والجمال just to help them بس حتى يساعدهم he gives away his gold إذن أنطى ذهبه covering أنطى ذهبه اللي كان مغطى به now without his eyes and gold covering والآن هو بدون عيون الذهبية وبدون الغضاء الذهبية وبدون عين he looks so ugly إذن هو يبدو قبيحا هذه الأشياء اللي سواها حتى يعني حتى يعني يحقق أو حتى يكسب الجمال الروحي he has lost outward beauty إذن مثل ما ذكرنا هو يعني فقد الجمال الخارجي فقد الجمال الخارجي ولكن هو ضحى بالحب وهذا هو الجمال الروحي عدنا يعني سؤال يقول العدنا عدنا بقصة الأمير السعيد in this chapter is that lost after dying swara and resting of the happy press إذن إذن إحنا عدنا هنا آيروني آيروني هو شنو اللي أنت الشي يعني مثل ما ذكرنا إحنا بالمحاضرات السابقة اللي ما شايف المحاضرات خليكوا إياني آيروني إحنا قلنا أنه إنت يصير شي عكس ما تتوقع إنه شنو يعني نلقى إنه إحنا آه after the dying of the swara يعني اللي هو swara يعني the mayor ordered to drum them in the dust pin يعني قال لهم اشمرهم بسلة بالنفايات يعني قال اشمروا ذولا هذي اللي هي أهم شيئين أصبحوا قال اشمروهم بالنفايات في أماكن البعيدة فهذا الشيء هو آيروني يعني أنت إنسان ضحب نفسه من أجل المدينة من أجل الناس الفقرة هي تتعامل هو تتوقع شيء ويصير عكس هذا الشيء إذن هو هذا المقصود بالآيروني الموجود عندنا يعني طبعا هذا السؤال ممكن يجيك بأكثر طريقة هل الأمير السعيد هو فعلا سعيد هل السعيد سعيد سعيد أم لا كل هذه الأسئلة تتعامل أن حيث 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 وكان أمير سعيد إذن العنواني يبين أنه الأمير هو كان أمير سعيد بعد ما وضعوا هذا التمثال إليه هو شاف الناس المحتاجة كان يبكي طوال الليل ولكي يبدو عليه يعني هو يعني إذا أريد إحنا نجاوبك هذا الجواب فأدق جواب إلى في بداية القصة يعني الأمير السعيد لم يكن سعيدا في الحقيقة يعني من من هو كان حزين يعني هي شوف أوضح لكم إياها خلي أوضح لكم إياها بالتفصيل بوع هي ثلاث مراحل الأمير السعيد من كان على قيد الحياة هو فعلا كان سعيد أمير السعيد لأنه ملك وعنده كل شي بس من صار تمثال صار تمثال لم يكن سعيدا he was crying he was crying كان يبكي زي عيني فهذه جانب الثاني وقضى فترة طويلة يبكي ويعني نقدر نقول علي the sad prince الأمير الحزين ولكن بعد ما ساعد الناس فهو فعلا رح يصبح سعيد إذن ثلاث مراحل نحن نقول بالبداية كان سعيد بعدين أصبح حزين وبعدين هو بالأخير رح ينجح ورح يكون يحصل النجاح الجمال الروحي يعني خلي نقول هو بالبداية سعيد وبعدين لم يكن سعيدا وبالأخير هو رح يكون سعيد شنو شنو الكلايميكس هي ذروة القصة لما لسوالا يموت لما لسوالا يموت وقلب الأمير يتحطم هل قصة الأمير السعيد هي رمزية نعم إذن الحب تضحية تقودك لمحبة الله لكي تحظى محبة الله الله أكبر طبعا السوق الصلاة المنزل لا يتحطم الحياة لكن المنزل 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 تقود مع دايموند و سوفير المنزل يتحطم لأن المنزل على فايس مثل ما ذكرت لكم إذن هي بها رمزية لأن الحب التضحية وإلى آخره ومثل ما ذكرنا الأمير السعيد بالبداية كان حزين بعدين رح بالبداية كان سعيد بعدين رح يكون حزين بعدين رح يكون سعيد لأنه ليش يعتبر نفسه سعيد لأنه رح يسي he will see the smile on the other people who are poor they will be smiling إذا رح يكونون فريحين هو رح يبتسم على ابتسامتهم what did the swallow finally said to the read طبعا الشجال للقصبة قال لها shall I love you أقدر أحبت said the swallow who liked to come with the point of the seat the end read made him low bow so he felt around around her touching water with the wings and makes the sliver priples this was a courtship and the last throw the summer إذن هو كان يغازلها وقال لها أقدر أحبتش إذن هو السوالة كان كل شيء يحب هاي القصبة ولكن هي ما يعني قالت ما أقدر أترك آني موطني وكان يغازلها وإلى آخره عن طريق أجناحات يعني what does the swallow see when he when he locks شنو شاف the swallow the title the swallow prepared to the sleep their drops of water fills مو كلش مهم هذا السؤال لا تقرونا what does the title see مو مهم هذا أيضا why did the swallow die ليش the swallow ما طبعا ما مات بسبب قوة الشتاء لأنه كان فصل الشتاء why does the not kill هذه مو مهم how the prince and the swallow help people شلون ساعدهم طبعا أكيد عن طريق أرسال المجوهرات إلى الناس المحتاج وإحنا ذكرنا هذا شيء بالمحاضرات السابقة what is the happiness ما هي السعادة الحقيقية السعادة الحقيقية هي التضحية والحب اللي يخليك تساعد الناس what why when the happy prince asked him the swallow cried when the prince asked him to pluck one of the sapphire because the prince would go blind إذن الاسوالو بيشة لمن الأمير سعيد قال لأ اخذ عيوني ونطهني للفقراء قال لأ انت راح ظل أعمى قال لأ مو مشكلة أهم شي الناس المحتاجة هذا يعني محاضرتنا إن شاء الله استفاديتم من عدها إن شاء الله أي سؤال أو استفسار إحنا حاضرين وإن شاء الله استفاديوتي من هذه الأسئلة تمنى لكم يا رب المفقية إن شاء الله كلكم ناجحين وتساعدون الفقراء لا تنسوا أريدكم السر مثل الحبي برنس والسوالو تمنى لكم إن شاء الله مفقية تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر